بسم الله ده سكشن تو يا شباب البروبلمس من الالف للياء اولا نراجع القوانين اللي بنستخدمها تحل البروبلمس القوانين دي اما انك انت حافظها او انك انت عارف مكانها كويس في ورقة المفاهيم طبعا ورقة المفاهيم هتلاقي فيها القوانين بتالك كتاب الوزارة ولكن في حاجات احنا كده بنعملها كمدرسين هعلملك عليها دي لاما تكون حافظها لاما تكون حافظها لانها مش هتلاقيها مش هتلاقيها موجودة في ورقة المفاهيم تمام بسم الله نبدأ بقوانين شابتر 2 ده قانون التايتريشن بعرف ازاي ان المسألة بتلاقي كلمة بتلاقي كلمة بتلاقي كلمة بتلاقي تشغال مع بيز اه بتلاقي جيبلك ام وان في وان ام تو في تو يعني تلاقي كده فيه في المسألة تبقى تايتريشن وتايتريشن فيها خلاص وبعد بستخدم اللو ده سواء كانت المادة دي او اي كنبوند اخر مي تو في تو على مي بي لها مصطر بتقول لي او مادة اخرى لان ممكن يجبلي وعايزنا اشتغله بالتايتريشن يعني ممكن يقول لك ايه جي انه ثري بلاس اني اي سي ال. ومديك وليوم وكونسنتريشن. يبقى تيتريشن عادي. تمام? النمبر اف مولز بيستوي النمبر اف بارتكز على افو جادرز نمبر. لو عندي مسلا عدد موليكولز. تين بور سكستي موليكولز من مادة. عايز عارف كم مول? يقسم العدد على افو جادرز نمبر. الكونسنتريشن بتاع اي سولوشن اللي هو اللي هو اليونت مولر ايكوال النمبر اف مولز على الفوليوم الليتر. خد بالك القانون ده اجباري الفوليوم يكون لو معايا ماس بالجرام وعايز النمبر اف مولز او العكس النمبر اف مولز بيستوي الماس على المولر ماس. وده القانون مهم جدا. وبزعل جدا. بزعل جدا من الناس هتقول يا مستر اعمل لي ترايانجلز من ساعة وانا طالب وانا اقرح طريقة ترايانجل دي. عيب ده تحكيش وان. ومع ذلك انت عايز الترايانجل النمبر اف مولز اكتبها هنا. الماس هنا المولر ماس هنا. اعمل ترايانجل لنفسك انا متعودتش اعمل حاجة مش مجتنع بيها. طالب السنوية عامة النمبر اف مولز بيستوي الماس على المولر ماس هو فاهم. ان انا بقسم الماس على الماس وفوان مول بطلع النمبر اف مولز انا فاهم. بعد كده بعمل يعني لو مديني النمبر اف مولز وانا معايا المولر ماس وعايز الماس يبقى الماس بيستوي النمبر اف مولز طيب المولر ماس. تمام? طيب معايا الماس ومعايا النمبر اف مولز وعايز المولر ماس يبقى الماس في وان دي. عيب بدل التخلف بتاع الترايانجل ده. طيب لو معايا سامبل لو معايا سامبل فيها كزا كمباوند. لو عايز برسنت كمباوند in an impure سامبل بقسم الماسف كمباوند على الماسف تاني. لو معايا في كزا مادة. عايز برسنت مادة منهم يبقى ماس المادة عالتوت الماس للامبور سامبل. لو عايز برسنت الماسف يعني مثلا fe203 عايز برسنت الايرن يبقى ماسل لتنين fe على المولر ماسل fe203 واضرفه 100. برسنت الماسل 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 الكمباوند على المولر ماسل الكمباوند times 100. الوان مول من اي جاز يشغل توينتي تو بوينت فور ليتر. اوعى تجيب سيرة الرقم ده الا ازا كنت متأكد انك بتتكلم عن جاز. يعني ايه بقى اقول ان الوان مول من liquid الوان مول من solid الوان مول من solution توينتي تو بوينت فور. الوان مول من جاز واكيد الجاز ده ات سي تي بي. يبالوان مول فرو ميني جاز بيملى علبة بيشغل توينتي تو توينت فور ليتر. الوان مولvenir في اي س пропص Rad less in after gender of goduellerun's number من الماليكولز يعلى امو کرلك وان مول هيدرغين وخلي بالك لما امو کرك وان مولهايدرغين اقصد اتشي تو ليه? لان الهايدرغين ربنا خلقه اتشي تو. لما امو کرك وان مول هيدرغين هه. اصد وان مول من الهايدروجين في صورة H2H2H2H2H2 الوان مول 6.02 10 power 23 H2H2H2H2H2 فلو عايز اعرف الوان مول من الهايدروجين جاس فيه كم اتوم H كم H كم H كم H كم H اكيد هاضرة بالرقم ده في اتنين يبقى 6.02 10 power 23 موليكولز من اي ضاي اتوميك المنت يعني اي ضاي اتوميك المنت يعني الموليكول بتاعه فيه حبيتين عايز اعرف بالحباية اضرب ابو جادرز نمبر في اتنين ما تنساش من الوان ليتر وان ساوزان دي ميلي يعني وان ساوزان سنتيميتر كيوك يعني وان دي سيميتر باور ثري الدي ام باور ثلاثة يعني ليتر بالزبط كوانين شابتر ثري كي سي لوفنس اكشن كونسنتريشن البرودكتس كونسنتريشن الرياكتنس الكي سي بتاع الباكورد وان اوفر كي سي الفورورد يعني الكلام ده يا مستر يعني في انتحان السناني اللي فاتت جاب له ايه جاب له اله بي ار جاي من اتش تو بلس بي ار تو وميديله الكي سي برقم سي مسلا تن باور نيجا دف تو مسلا الكي سي اللي بيتكاتب قدام الرياكشن ده ده الطبيعة بتاع الرياكشن اللي هو كي سي الفورورد لما يكتب لك رياكشن واخره كي سي ده كده الفورورد فلو طلب منك كي سي الباكورد ها وان اوفر كي سي الفورورد هو بقى عمل زاكي في انتحان السناني اللي فاتت جاب له نفس الرياكوشن وادى له الكي سي اللي بتاحت الفورورد وقال له انا عايز الرياكوليبريام كونستونت لا ده كمان صعابها قوي ده ده ادى له اه ادى له بتاع اله والبريشر بتاع البي ار تو والبريشر بتاع اله بي ار يعني كمان ما ادى لهش الكي بي جاهزة ده ادى له وقال للولد انا عايزي الكي بي بتاع اله بي ار هو عايزي الكي بي بتاع تفكك المادة دي طب تفكك المادة دي قصده فورورد ولا باكورد قصده باكورد فنص طلبة مصر عملت ايه حسبة الكي بي على كونستوريشن ده باور وان وطلعوا الاجابة على كده هو كده بيجيب كي بي الفورورد انت لما امريك لما بشوف كونستوريشال برودكت على الرياكتنت انت كده جبت كي بي الفورورد هو بقى بيقول له عايز كي بي الباكورد طبعا ما قالوش بالبساطة دي عايز كي بي الباكورد ده بيقول له عايز كي بي الديسيشن طب ما هالديسيشن يعني التفكك والتفكك يعني باكورد في الحالة دي بقول له كي بي الباكورد وان اوفر كي سي الفورورد استنى بقى بيديني زي ده يديني اتنين حلو ويديني الكي سي او الكي بي برقم وبعدين يقلب للرياكشن ومش بيقلبه بس ده بيغير في الوزن يحطه نص هنا ونص هنا وواحد هنا هنا بقى بقت صعبة شوية لما يدي لك والكي سي بتاعه وبعدين يقلب لك الرياكشن ويغير في الوزن بقت صعبة وطالما بقت صعبة بعد اذنك افهم اللو ده كي سي اكوشن تو طالما هي نفس المايد هي هي نفس المايد بس قلبها ومغير في الوزن كي سي تو بيستوي كي سي وان باور بلس اور مينس الان قال لي اتشي سي طلع ايش تو سي لتو ورعيت للرياكشن تاني سواء قلب او مقلبش غير الوزن او مغيرش هناخد قانون لكله بقول له كي سي اتنين بيستوي كي سي واحد باور بلاس اور مينس الان بقول باور بلاس الان لو الاكوشن نوت انفرتد يعني لقيت الاكوشن التانية هي هي الاولى مقلبهاش مجابش الشمال يمين واليمين شمالي مينس الان لو قلب الاكوشن طب ليه بلاس وليه مينس ها يبقى بلاس لو ما قلبش مينس لو قلب لو بدل جاب البرودكت راكتن تو راكتن تو بروكت طب ايه الان دي بقولك الان دي is the number which is multiplied هي الرقم اللي عملتله time is the coefficients of the first equation to obtain the coefficients of the second equation يعني the first equation مثلا الوزن واحد واحد اتنين اضرب في كام عشان يطلع نص نص واحد ده القانون بشرحه نظري بس وانا بحل معاك في section of the exams هحل معاك المسألة دي يبقى برا تانية ايه الان دي هقولها بالبلا دي الان دي هي الرقم اللي عملتله times في وزن الاكوشن الاولى يطلع لي وزن الاكوشن التانية خارت وقتها الpartial pressure بتاع اي جاز جازي is reaction محبوس في فيصل عايز الpartial pressure اللي واحد فيهم بضرب بالmall fraction في total pressure بدرب يعني time is يا شباب يبقى الpartial pressure المall fraction time is total pressure طب المall fraction بحسبها ازاي بشوفه number of moles بتاعت الجاز يعني مسلا عندي اني تو ثري مولز اتش تو تو مولز اني اتش ثري مسلا سيكس مولز عايز الpartial pressure للن اقول له هو تو مولز divided total number of moles اللي هو ثلاثة زائد اتنين زائد اي ان كان العدد يبقى المall fraction number of moles of gas times total number of moles تمام ليه جمعت دول كلهم في سلايد واحدة عشان لازم يكونوا قدامي كلهم اي مسألة الحاجات دي لازم يكون دول في دماغي قدام بعض كده الحاجات دي لازم يكون دول في دماغي قدام بعض كده انا مش هراجح حاجة انت المفروض حافظها بس انا عايز اقول لك لازم من السلايد دي تبقى قدامك لما تقابل اي مسألة اي problem عن ال ph وال ph طبعا اخر واحدة دي السوليابلت برودكت concentration positive iron power عدده times concentration negative iron power عدده بعضكم بيسأل على low 13 وال low 14 لما يطلب مني concentration ال h والداني ال ph يعني يقولك مثلا حاجة ال ph 2 يبقى concentration h 10 power negative 2 قالك حاجة ال ph 9 يبقى concentration ال oh 10 power negative 9 يبقى concentration ال h 10 power negative ال ph concentration ال oh 10 power negative ال ph ال ph قوانين شابترفور اول قانون ده ده درس فردي بالكامل ده الفهم يبقى اول قانون ده للفهم لان اللي فاهم السطر ده يقدر يحل تسعة وتسعين وتسعين وتسعة من عشرة من مسائل فردي افهمين ال واحد مول إلكترانز لما بيمر في اينز اي مادة بيتسبب في تكوين واحد اكويبلنت ماس ايه الاكويبلنت ماس ده ده الاتوميك ماس على الزد على الفيلنز يبقى انت لو جبت اينز فيها اي مادة ومررت وان مول إلكترانز تلاقي المادة دي تكون لي منها وان اكويبلنت ماس 1 اكويبلنت ماس ايضا يتكون لو انا مررت 1 فردي يعني اقدر اقولك ايه ان ال واحد مول بيعمل واحد اكويبلنت ماس والواحد اكويبلنت ماس بتعمل واحد فردي يبقى ال واحد مول إلكترانز يساوي واحد فردي يعني لو قلتلك إلمنت اكس مررنا في 1 مول إلكترانز يعني مررنا فيه 1 فردي يعني 1 مول إلكترس يعني 1 فردي يبقى الإلمنت اللي عايز 1 إلكترن عشان يتكون عايز 1 فردي الإلمنت اللي عايز 3 إلكترن يتعرفه من هذا الإلمنت يبقى عشان يتكون في صورة 0 يعني مثلا عايز أكون يعني عايز 3 إلكترنس 3 إلكترنس يعني عايز 3 فرد إذا السطر ده للفهم نبدأ بقى نحفظ ونصم من أول قانون 2 1 مول أتم من أي مادة زد F زد اللي هو وف يعني هو الفردي ولما يقول لي 1 مول أتم أكسجن يعني عصده أهاية 1 مول 1 مول أتم من الأكسجن equal valence من الأكسجن اللي هو 2 times 1 فرد يعني 2 فرد يبقى القهاية ب2 فرد يبقى القهاية ب4 1 مول A G Z F 1 F طب 2 فرد يا مستر لو أنا عايزها 2 يبقى 2 times 9 6 5 0 نمبر 2 القانون نمبر 2 يحلل لك تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من مساء الفردية إلا إذا بقى ما تدنيش وعايز الV وأقدر ألف واجبها بس خلينا إيه خلينا في اللون المفصل ده اللي هو من equal q time is equivalent mass يعني إيه يعني الأتم مكماس على الValency divided nine six five zero zero أنا مش أطيع وقت في الشرح النظري ما كننا متوفين ليلة الامتحان حلو بس بس قلت أفكر الناس على السريع كده ما نتنسيش مرة تانية ركز معايا في القانون ده أي مسألة تتعب فيها بفردي افتكر إن الميستر قال one mole atom أي element Ziff one mole atom من أي مادة equal Ziff يعني تمام خلي بالك القيو أحيانا بيديها لي أمبير وسكند القيو بيتساوي أي مسألة يقول لك متوصلين يعني ماس المادة الأولى على ماس المادة التانية ماس المادة الأولى على المادة التانية القيو اي و تي طبعا لما بقوله القيو اي و تي أنا كده بيتكلم على قيوب الكولوم و تي بالسكند مساء الفردي بيدخلي فيها القوانين دي لو طلب مني ثيكنس لو قال لي ان أنا بعمل بطلي حتة حديد بدهب و عايز ثيكنس يعني ثيكنس يعني عايز سمك طبقة الدهب القشرة بتاعت الدهب سمكها دي ايه ثيكنس يعني السمك ده بيتساوي على الاريا بيديك الاريا عادة عايز السايز أجيبها من هنا بيديك ماس على سايز طب عايز الماس من القانون اللي فوق الماس بيتساوي القيوب في الاكويفلنت ماس على 9,6,5,0,0 كوروم ايضا بستخدم القانون السوبر ده النمبر اوف مولز الماس على المولر ماس النمبر اوف مولز النمبر اوف فارتكالز احيانا بتبقى المسألة شغالة على جاز و ايه اللي عايز النمبر اوف مولز اوف جاز اللي طلعت اقولوا الوان مول لو هو اتم زف يبقى الوان مول كامل اكس واجيب انا القيوب اذا احتاج المعلومة دي ان النمبر اوف مولز بستوي الفوليوم اوف جاز على مركز معايا ما تنساش لانا قلتم شوية ان الوان مول من اي جاز بتوينتيتو بوينتو فور ليتر يعني ممكن اشتب كلمة وان مول من اي جاز وقت ما كانها توينتيتو بوينتو فور ليتر لو انا عايز اجيب اي سولوشن اي سولوشن الكنسنتريشن النمبر اوف مولز على الفوليوم دي كل القوانين اللي لازم لو اما انت عارف فين مكانها فورقة المفاهيم او انك انت حافظها خلاص طبعا ورقة المفاهيم فيها تقريبا كل الكلام ده فيها كل الكلام ده معادة ده مش موجود في ورقة المفاهيم ده مش موجود حل؟ ارجع تاني ده موجود ده موجود خلاص ده طبعا مش موجود ومهم جدا لازم تكون حافظه ده مش موجود في ورقة المفاهيم طبعا ده موجود كل ده موجود لازم تكون حافظهم عشان مش موجودين direct في ورقة المفاييب. اوكي نحل بقى بسم الله. اول problem بيقول لي لا 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 اول سطرين من همش لازمة. ليتوا مديني equation برافو عليه وازين هالي. بيقول لي if we if you want to dissolve هندوب 0.25 جرام من المادة دي. what volume? what volume? عايز الvolume of 0.0138 مولر? ايه ده? ده المادة دي. عايز الvolume بتاع المادة دي? yes should be used. يا مستر هو دوت دي. وعايز دي ايوة يا خبيبي. الشواء اللي داب ودول هيعرفون اطلع كم مول من المادة دي. ولو عرفت كم مول من المادة دي معايا الconcentration هنجيب الفوليوم. قبل موريك الانسر عشان انجز. هو دوه ب 25 جرام من المادة دي. وعايز الفوليوم بتاع المادة دي. هقول له الواحد مول بيرياجت مع واحد مول. يبقى ال 0.25 جرام بيطلعه اكس مول. اخد الاكس مول باستخدام المولاريتي اجيب الفوليوم. بص ازاي? الوان مول تو مولز. بصنا كده? هي الوزن تو مولز ولا وان? اه سوري. بص انا قلت وان مول وقلت هنا وان لقدول اتنينهم. يعني الوان مول من المادة دي بيرياجت مع تو مولز من المادة دي. يبقى ال 0.25 جرام اكس. تعالا نكمل عشان الوقت اهو. اكس مول. طلعت الاكس مول استخدمت اللو الكونسنتريشا اللي هو مدهولي في المسألة. بصوى النمبر وف موز على الفوليوم جبت الفوليوم. دي فيدباك. دي مسألة فيدباك عادية خالص استخدمت فيها اللو بتاع المولاريتي. عليك او عليك. لان القانون بتاع المولاريتي مهم جدا. وعليك بالتفصيل وداخل في دروس كتيرة. تمام. برضو دي فيدباك عشان عايز تثبت للناس حوار النمبر واتومز والنمبر اف موليكولز. احسن يجيبها فكرة معينة. بتنساش ان المسائل اللي مختارها عشان احلاها معاك. دي المسائل اللي مش مهمة وبس اه? او مش شرط تكون مهمة يعني هتجي في الامتحان. بس دي اللي بتخليه بعد ما بخلص انا كده رجعت المنهج كله للطلبة. دي الحاجات اللي انت لو فهمتها دي التركات الاساسيات اللي في المنهج اللي انت لو افتكرتها هتمسك الخمستاشر امتحان بتوع المعاصر تحلهم بالكامل. هساعدك طبعا هراجأ معاك بعض الامتحانات وبعض الاسئلة. ماشي. على حسب الوقت. انا ممكن اقعد معاك الخمس ايام. بس الكسة مش انك انك انت تقعد تسمع نفسك. هاو ميني اكسجين اتومز? هاو ميني اتومز? ايه ده? طبعا الكل الراغي ده مش يفيدني بحاجة. اقول له بس الواحد مول من الاكسجين جاز اللي ربنا خلقه او تو سيكس بوينت او تو تايمس تين باور تويني سري موليكولز. وموليكولز يعني او تو. هو عايز يعرف الون ناين تو جرام من نفس المادة. فيها كام اتوم او? حلو. الرقم ده جرام وده مول. نحوله الجرام يعني نجيب المولر ماس. يعني اتنين في ستاشر باقت جرام. تمام? اكس اتوم. الرقم ده اتوم ولا موليكولز موليكولز. عشان اخليه اتومز يتضرب في اتنين. تو تايمس سيكس بوينت او تو تايمس تين باور توينت سري اتوم. كده عمل كروس موليكيشن. بس حبيت اثبت ان الموليكول اللي منه اتنين. لما اجحوله الاتومز اضرب في اتنين. قريت البروبلم مرتين تلاتة لمحت ان فيها اسد. وفيه فوليوم. فيه فوليوم اهو. وفيه مولاريتي. تمام? وفيه كلمة نيوتراليزيشن. وفيه فوليوم تاني اهو. وفيه بيز. اي هيدروكسايد بيز. اي كاربونات بيز. اي باي كاربونات بيز. يعني شمال يمين. اه انا تأكدت ان المسألة دي تايتريشن. وتايتريشن يعني اكويشن. ثم بعد الاكويشن فيه قوانين بستخدمها. طب نفهم البروبلم. بيقول لي اخدنا او بوينت او تو ليتر. او بوينت تو مولر من الهايدروكلوريك اسيد. يبقى قولي نفسي ده الفي اي وده الام اي اي. بيقول لي عمله تايتريشن عمله نيوتراليزيشن مع او بوينت وان. ليتر. ليتر. سوديوم هيدروكسايد ده في بي. او سوديوم هيدروكسايد ده سولوشن. what is the mass? what is the mass? what is the mass? اكس جرام? او سوديوم هيدروكسايد in 500 ميلي. او مستقل عايز الماس والماس بتسوي النمبر على المولر ماس. ودي مسألة تايتريشن. طب لو عايز تمشي ورا القنون. ها? لو عايز تمشي ورا القنون. الماس اهي? لازم يكون معي النمبر عشان اقسمع المولر ماس. وعشان يكون معي النمبر لازم يكون معي الكنسنتريشن. طب الكنسنتريشن يجي من اين? مش دي تايتريشن. اه اكتب الاكويتشن. كتبت اوزن وتأكد ان الوزن صح. اسهل الاكويتشن في الدنيا. الوزن واحد واحد. يعني الان اي بواحد? الان بي بواحد. الام ايه عندي? والفي ايه عندي? الفي بي عندي? هجيب الام بي. ولما هجيب الام بي هعوض باه هنا. فهجيب النمبر اوف مولز. ولما هجيب النمبر اوف مولز هعوض باه هنا تطلع الناس. خد بالك. اللوب تايتريشن اللي هو ام وان في وان على ان وان. ايكوال ام تو في تو على ان تو. لازم تحول الفوليوم لليتر. ليه? في مسائل لو نسيت تحول الاتنين ميلي صح. الاتنين لليتر صح. وفي مسائل لو نسيت تحول من ميلي لليتر تبقى غلط. فاحنا عشان ما تلعبطش امتى نحول وانت لأ اي مسائلة تايتريشن. وانا بستخدم اللوب تايتريشن اللي هو ام وان في وان على ان وان. ايكوال ام تو في تو على ان تو. لازم احول الفوليوم لليتر. هو هنا طبعا من الديهاي لليتر. يبقى عشان اجيبي الماس. النامبر اوف مولز ماس على مولر ماس. مش عندي النامبر اوف مولز. طالما اشغال على سولوشن. النامبر اوف مولز الديفايدد الفوليوم بيدي كونسنتريشن. طب الكنسنتريشن مش عندي. جيبته من اللوب بتاع التايتريشن. افضل. خدي. دي بنسميها مسألة الاكسيس سوبستنس. معنين الاكسيس سوبستنس? لو انا شغل تايتريشن براكتكالي. بحط الانون في الكونيكال فلاسك. وبحط الستاندرد سولوشن في بيارت. وبحط نقطة اندكيتر. عشان اول ما اللون يبدأ يغير تقفل. يبقى انا كده استحليجة فوليوم مزبوط. لو انا نسيه تقفل التاب او الاندكيتر لونه ما شفتوش. كده بيكون المادة اللي فوق ازيد او المادة اللي تحت ازيد. دي فكرة المسألة دي. بيقولي 4 جرامز. اربعة جرام. من هذه البيز. دوبناها في ميت ميلي. ده الفوليوم. ميت ميلي يعني مية على ساوزند. ايه ده? انا كده معايا الفوليوم. معايا الفوليوم. ومعايا الجرام. اقدر اجيبي المولاريتي. ليه? لو حولت الجرام لنمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز طايمز الفوليوم عند الماء. خلينا للاخر. بيقولي سالفوريك اسد. استنى. ده بيقولي دوبناها. يوعى. بيقولي دوبناها الايه? ان هندرد ميلي اوف سالفوريك اسد. يعني الهندرد ميلي دي. كمل كده. اوف ده. مش بتاعت البيز. سوري. البيز ميت ديني الجرامات بس. البيز مش ميت ديني عناها غير الماس. يعني كويس ان حصل الخطأ ده. عشان اقول له خد بالك لما تيجي تقرأ. اقرأ المسألة على بعضيها. بيقولي اس ديزولفد. يعني هذه الوزنة اس ديزولفد ان هندرد ميلي اوف سالفوريك اسد. يعني ده في الاسد. يعني ده كده في ايه? وميديك الام ايه? بيقولي ازا السلوشن بكامز اصيريك? ولا بيسيك? ولا نيوترل? ولا معرفش ايه? هقوله طالما تايتريشن نكتب الاكواشن. طبعا ايتش توس فور بلاس ايه من ايه و ايتش? اوعك من عندك مشاكل. مسترع ما عرفش اكتب الاكواشنز. لما تجيلك مسألة زي كده فيها كلمة سالفوريك اسد. انت مش فاكره ان هو ايتش توس فور. افتح بسرعة برقة المفاهيم على شابتر تو. شوف السالفوريك اسد مكتوب فين? لازم تكتبه صح. لانا كنت لو نسيت تو دي ضعت الدنيا ضع الوزنة ضع الان ايه ضع الان بيه المسألة غلط. فلما انت حافز زي كده? لما تركز في المسألة كويس. مسألة فيها سالفوريك اسد. وانا مش فاكره. ورقة المفاهيم. طب هو فين? عيب? شابتر تو. شابتر تو جزء الجداول بتاعت الكواليتيتف فيها الكيميكال بتاع التسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من الحاجات اللي هتجيلك في. لان هو عشان يجيبلك من غير الاكويشن اكيد الحاجات دي عليك في المنهج. ولو الحاجات دي مش عليك في المنهج هيديك الاكويشن مكتوبة. اسمع كلامي. تمام? عبيت انا مش عارف انه السوديوم هدروكسيد انا وايش. افتح الكواليتيتيتف الاناليزيس. REALLY على جزء الكتاينز. هتلاقي السوديوم هدروكسادي متقلع عشرfurمية مرة انا وايش. وبلس ياخد ماينس وماينس يروح له البلس ووزن. حسب tank MAVA على NA بتاعت الاسد طبعا الا MA عندي والVA عندي والن عندي. طلع الاسد O.O5 طب MVBB على NBBB بتاعت البيز. ما فيش اي اي كول هنا. في مسألة الاكسل سابستانس عايز اعرف اسدك ولا بايزك ولا اترا بحسب M A V A على N A بتوع الاسد لوحدهم. و M B V B على N B للباز لوحدهم. واشوف مين اكتر. خلاص? طب يا مصطر البيز مش مديني ال M B ولا ال V B. هم? مش ال M B times V B ده كده اسمه number of moles. اه number of moles. لان الconcentration بس هو number of moles على الفوليوم. فانا لما مضرب الفوليوم في الconcentration ده number of moles. بس هو مديني mass. من mass اجيبي number of moles. من mass اجيبي number of moles. ازاي? ازاي? عيب يا ابني. المس اللي هي على المولر mass للن اي او اتش. كده انت معاك النمبر of moles اخدها اعوض بيا هنا. فطلعت البيز O.O 5. فطلت M A V A A N equal. طلوع اي اي اكوال بعض. طلق من اي اكوى البعض يبدوى على كلمة neutral تمام. قريت المسأله تلات مرات عشان يععمل كل راكم ده بتاع ايه. ليته بيقول لي جبنا عشرة جرام. ام بيور ام بيور كي او اتش. دوبناها في المية. وكملنا الفليوم لغاية خمسمية ميلي. يعني العشرة جرام دي العشرة جرام دي بابت في خمسمية ميلي. ادي العشرة جرام دايبة هنا. ركز. اخدنا منها عشرة ميلي بس عشان نعمل بهم يبقى العشرة ميلي دي في بي. تمام? عمل مع خمستاشر ميلي من من هذا الاسد. يبقى دا ال في اي وهذا الاسد الام اي بتاعه اوبوين تو. عايز برسنت البوتاسيوم هيدروكسايد. عايز برسنت البوتاسيوم هيدروكسايد. لو انت مش عارف تحل ان لازم تبدأ بالاكوشن ثم القانون التايتريش. لو انت مش عارف تحل ايه بشواره القنون. فين القنون? هو عايز البرسنت بتاعت الكي او اتش. ودي بيتساوي الماس على التوتال ماس. كم التوتال ماس عشرة? طب فين الماس يا مستر? انا عايز اعرف الكي او اتش كم جرام من العشرة جرام? احنا متعودين عشان نعرف ماس بنجيبها من اللو ده? عشان نجيب الماس بنقوله الماس على المولر ماس. المولر ماس معايا. طب والنمبر اف مولز لما يكون حاجة دايبة في مية. النمبر اف مولز اجيبها ازاي? النمبر اف مولز اهي? بتسوي الكنسنتريشن على الفوليوم اللي هو خمسمية على ساعة وزبت. يبقى انا عشان اقدر اجيب النمبر اف مولز لازم اجيب الكنسنتريشن اللي هو ام بي. فروحت رجعت ا اشتغل كتبت الاكوشن. ام اي ايعد اي warnings ام بي على ان بي. ام اي عندي ام اي فاي عندي. ان اي عندي? ان بي عندي? في بي عندي. ام بي مش عندي جبت الام بي. تعم غير اللون. لما جبت الام بي عوضت بيه هنا. فجبت عوضت بها هنا. فجبت الماس. رحت واخد الماس ما عوض بها هنا. جبت البرسنت. ايه واحد انسى نصيحتي? دي انا فاكرها من سنة تسعة وتمانين. من المدرس الميكانيكس التاعي. كان بيقول لي لما تغلب امشي ورا القنون. شوف القنون ايه? هو عايز ايه? ها? القنون بيوصلني اللي هو عايزه. بصت كده مرة تانية. مرة تانية. هو عايز البرسنت بتاعت الكي او اتش. فقلت لازم الاول اجيب الماس. حافظ انا القوانين. الماس تيجي من القانون ده. الماس اجيبها لو معاي النمبر اوف مولز. طب عدت ادور مش معاي النمبر اوف مولز. قلت النفسي ان النمبر اوف مولز اجيبها لو معاي الكونسنتريشن بتاع البيزل اللي هو ام بي. وطالما المسألة تيتريشن يبقى دي الام بي هتيجي لان معاي الفي بي والان بي والان اي اي والفي اي. جات الان بي المسألة تحلت. امشي. ورا الان نوم. بيقول لي. اول ما تلاقي كلمة هايدرس هايدوريتد كريستالز كريستالاين دي مسألة وخلي بالك ان مسألة ما فيش اكويشن. للمرة العشرمية بقول لك انا باختر المسألة اللي تفكرك يعنيه اما ان هتجي لك بنفس الفكرة. او هتجي لك مسألة اخرى لو انت خلاص تذكرت يعنيه هتفكر فيها كويس. تماما. الان بيستخدم معرفش في ايه انسى الراغي ده. بيقول لي يعني الوزنة دي الوزنة دي يعني الملح بالمية بتاعته. وبيقول لك الكيميكال فورمولا المول من الكالسيوم كولورايد بيكون عامل لينك مع اكس مول مية. تمام? يبقى دي الوزنة بالمية. اللي هي ايه? اللي هي وان بوينت فور سيفن. بيقول لي سخناها. فلما سخناها اتبقت الوزنة دي. اتبقت الوزنة دي. فمين اللي طار? طبعا المية هي اللي طارت. ده الوزنة قبل التسخين. ده الوزنة بعد التسخين. لو عميت مية ازجبت وزن المية. هو عايز الكيميكال فورمولا. يعني عايز يعرف الاكس دي هكتب مكانها ايه? يعني عايز يعرف ايه? عايز يعرف الواحد مول من المادة دي يقدر يرتبط مع كام مول مية. طب وانا مثلا انت قلتلي مفيش اكويشن. هجيبي الاكس دي ازاي? الوان بوينت وان وان جرام اللي هو الوزن بعد التسخين. ده كان مرتبط بشوية المية دول. مش انت جبت ماس المية? فين ماس الووتر? ماس الووتر طلع او بوينت او بوينت ثري سيكس. يعني الوان بوينت وان وان جرام من هذا الملح كان مرتبط مع او بوينت ثري سيكس جرام مية. فبقول الكلام ده هنا. بقول له بقول له المسألة بتقول ان الوان بوينت وان وان جرام كالسيوم كولورايد اوكي? اا كان مرتبط مع او بوينت ثري سيكس جرام مية. استنى. جرام ومول. وهنا اا جرام ومول. فانا عايز اخلي الثويونت زي بعض اما اخلي لي اتنين مولز او اخلي لي اتنين جرام. انا هنا سيبت المول وحاولت الجرام لمول. ياس? هنا انا اسمت P var al molar mass. اا más على المولر mass. كان اسهال لي كان اسهال لي ان انا اسيب دي جرام زي ما هي ها? واحول دي لجرام ليه؟ عشان تحويل دي لجرام سهل. ان انا بجيب المولر mass اربعين زيائد اتنين فسری فاي بونت فايف جرام. احوا بقيت جرام وجرام. مهم ليهما يبقوا جرام وجرام ليهما يبقوا مول ومول. فاسهال لي اسيب الجرام وحاول ده المول. هنا الاكس انا عايزها مول وانا قلتله الجملة الشهيرة قبل كده احترم الاكس احترم يونت الاكس انت عايز الاكس مول يبقى سيبي الاكس لطلع مول بس الجرام ده حوله المول 0.36 جرام من الووتر عايز اعرف كم مول اقسم على المولر ماس اقسم على يا جماعة يبقى اي ماس من الووتر عايز تعرف فيها كم مول اقسم الماس على ايتين لان المولر مسل الووتر ايتين. طلعت الاكس باتنين يبقى الكميكال فورمولا. دوت تو اتش تو او. فهمت البروبلم دي انت كده فهمت اي مسألة اي مسألة بتلفه الدور حوالين المعلومات دي نفاش جديد تمام. دي مسألة تانية بيقول لي ان ان هايدريتد بص اول ما لمحت كلمة عرفت من المسألة اكس بي ار تو دوت ستة مية ايه نستر ده تمديني المية بكامة وعايز يعرف الاليمنت مين دي فكرة بنك المعرفة عادي. ما خلاص طالما عرفت فكرة هتعرف تجيب اي قنون هو عايزه. بيقول لي جبنا من هذا الملح ده الوزن بالمية. ليه بيقول لي سخناه. فلما سخناه بيقول لي its mass decreases by 1.515 جرام. يعني الوزن دي قلت الرقم ده. الوزن دي قلت الرقم ده يعني ايه? يعني المية اللي طلعت 1.515 جرام. الوزن قبل التسخين 4.578. الوزن بعد التسخين مش عارفه. بس اداني وزن المية. يبقى انا لو شلت وزن المية من الوزن قبل التسخين اطلع الوزن ده. يبقى الهايدراس سولت الهايدراس سامبل مينس الان هايدراس بيسوي المية. فانا عايز الان هايدراس. يبقى الان هايدراس الان هايدراس اعمل ايه? اشيل المية من الكلام ده. طلعت الان هايدراس سري بوينت زيرو سيكس مش متجهة قوانين. ده الوزن بالمية. ده الوزن من غير المية. ده وزن المية. فانت عايز الوزن من غير المية. اشير المية من الرقم ده. حلو? بقول له المفروض ان الوان مول من هذا الاكس بي ار تو. انت اقيل لي اهو انه مرتبط بستة مية. بستة مولز مية. واحنا لما عرفنا وزن الان هايدراس الحبة دي اهي. اللي هي طلعت سري بوينت زيرو سيكس سري جرام. دي مرتبطة مع الوزن ده مية. طلعه مصر ده كل حاجة موجودة مل هو عايز ايه? وعايز الاكس دي يا حبيبي. عايز المولر ماسل الاكس دي. هم? وعايز الايدنتيت او اكس مين الاكس ده? لو انا عرفت مولر ماسل اكس وهو من ديني الام فيفتي فايف والايرن بكزا. لو انا عرفت مولر ماسل اكس هاعرف مين الايلمنت. فبنزل الاكس زي ما هو. واعمل عادي جدا. يعني ده تايمز ده. ايكوال ده. تايمز ده. وفضلت ورا الاكس. ماس بقى الجماعة بتوع اه ادب علوم. بقى البيولوجي. اه 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 كروس مول تبليكيشن تلفين فوسطين بيقولوها بالعربي. هم? والاكس هنا عنهم هفضل اصف الارقام دي لغاية ما طلع الاكس بكام? طلعت الاكس بالرقم ده. يعني الاكس ففتي ناين يبقى الاكس ده كوبالت. عادي. مسألة عادية. احنا قلنا فيها اكوشن وقوانين. الفلاتيليزيشن ما فيش تايتريشن. البرسيبيتيشن اكوشن وقوانين. بعرف ازاي المسألة دي برسيبيتيشن. بعرف ازاي. اقرى المسألة مرتين تلاتة الاول. لان قلتلك اذا بنستعجل في قلية المسألة احيانا بناخد رقم مكان رقم. لما قريت المسألة اكيد هتلمح كلمة اكيد في كلمة هي فيه? طب نقرى كده? بيقولي الباريوم كولورايد اللي علي في المنهج اللي لو انا مش حافظه بفتح درس الكوالت في اناليس اطلعه. بيستخدم تدفرونشيت بتوين سوديوم سولت اوف بوس سالفيت اند فوسفيت. فعلا الباريوم كولورايد مع السالفيت بيت دي وايت تبريسيبيتيت نوت ديزولف انهج سيل. على الفوسفيت بيت دي وايت تبريسيبيتيت ديزولف. انت بيقولي فاطلع وايت تبريسيبيتيت ادي كلمة بريسيبيتيت. اوف باريوم سولت. ويتش السولابل اندل. بيقولي البرسيبيتيت سولابل اندل لاتش سيل. يبقى هو استخدم سالفيت ولا فوسفيت? هو كده استخدم فوسفيت. يعني لو عايز تكتب اكوشن بكتب الاكوشن فيها سوديوم فوسفيت. طبعا واوزن في الاخر. دي الكوشن عليها في المنهج. تمام? يبقى واحد عرفت ان السولت فوسفيت. طب هو عايزي بقى عايز الانين هو مين عارفناه? calculate the amount of perium chloride. عايز ال amount of perium chloride. اللي طلعت هذا الوزنة. هذا البرسيبيتيت. فانا بقول له خلاص السولت سوديوم فوسفيت. مع الباريوم كولورايد. بلس. ياخد مينس. ومينس يروح لبلس. وطبعا بوزن. ولو غلبت في الاكوشن دي موجودة بالنص. كده مسألة اكوشن عادية. في مادة هو عايزها ومادة مديني وزنها. هو عايز يعرف قد ايه باريوم كولورايد. حطته في سكوير. ومديني وزن البرسيبيتت اللي هو الباريوم فوسفيت. بقول له التلاتة التلاتة مولز من ده. بيطلع واحد مول من ده. يبقى اكس جرام بيطلع الرقم ده. طب فين الرقم ده? اهو اللي هو البرسيبيتت. لما تلاقي المسألة حلاء مؤتمدة على اكوشن. بتحدد المادتين. طبعا الاكوشن بتكون في مواد كتيرة. مواد قبل السهم مواد بعد السهم. بتحدد المادتين. تمام? وتعمل ايه? تخط سكويرز عليهم. لبعد كتابة الاكوشن وزنها. بقصت على وزن الاكوشن. اه من المادة دي بيطلع من المادة دي. يبقى اكس بيطلع الرقم اللي قال لك عليه في المسألة. تمام? طيب نيجي لمسألة بتاعت البرسيبيتشن بيقول لي تو جرام تو جرام بورشن من امبور امبور سامبل اف سوديوم كولورايد. يعني سوديوم كولورايد معاشة واقب. وزن العينة اتنين جرام ده توتال ماس. بقول لك دوبناها في المية اكيد يا فان نتوقع في المية. حط اكسس زيادة من السيلفر نيتريت. فاكيد السيلفر نيتريت هي رأيكت مع السوديوم كولورايد. تو برسيبتت فور بوينت سيكسي تو ايد جرام. من السيلفر كولورايد. عايز برسنت السي ال. يعني تخيل كده. قدي حلق اهي. فيها اتنين جرام. ان اي سي ال. ومعاشة واقب. عايز برسنت السي ال. برسنت السي ال يعني ماس السي ال. عالتوتال ماس وضرب في مية. يعني اكويشن. لما كتبت الاكويشن. اللي عليا في المنهج. والبلس خد الماينس. والماينس خد البلس. ووزنت. لقيت نفسي شايف كويس قوي انه كل السي ال. كل السي ال اللي في العينة. اخدته الاي جي. وترس بتاعت. يعني هذا البرسيبتت. هذا البرسيبتت. اللي هو اي جي سي ال. اللي هو وزنه فور بوينت سيكس. تو ايد جرام. في كل كمية السي ال اللي انا عايزها. فانا لو احدد لك المشكلة برسنت السي ال. المفروض الماس بتاعت السي ال. عالتوتال ماس واضرب في مية. طب ماس السي ال اللي اجيبها منين. بعضكم بيحل المسألة دي على خطوطين. انا بختصرلك فيها ليه? طالما السي ال اللي موجود هنا. كله جي هنا. يبقى انا هجيب من الاخر. انا يقول لك بالانجلش هو. طالما انا متأكد ان كل السي ال اللي في الاتنين جرام. ترانسفرت للفور بوينت سيكس تو جرام. فانا هجيب من الاخر. هجيب من الاخر يعني ايه? هقول له الواحد مول الواحد مول من ال önмуل الكامل دي. في واحد مول سي ال. أشوه مكتوب يبقى الوان مول اي جي سي ال. في من مول كاملا. الون مول الاجي سي ال يعني يعني one four three point five جرام. فيه one مول سي ال. اللي هو three five point five جرام. جبتها منينو? يبقى الوزنة دي. اللي هي four point six two eight. اللي هي فيها كل السي ال اللي انا عايزه. يبقى four point six two eight جرام فيه اكس جرام. الاكس ده. طيب ده. divided ده. جبت الاكس. خلاص. عوض بها هنا وتحلت المسألة. يبقى بقى اذنك المسألة دي ركزلي فيها. لو جات الفكرة دي. two gram من impure sample. وعايز برسنت جزء فيها. اكيد الجزء لا موجود في البرسبتد. لو البرسبتد ده اي جي سي ال. بقوله الone مول اي جي سي ال. فيه one مول سي ال. لو البرسبتد ده. باريوم. سالفين. وعايز برسنت الباريوم. اقوله الone مول بي اي اسو فور في one مول باريوم. لو عايز تفهم اكتر. سي مسلا ان ال اي جي سي ال ده. كنا بنكتبه اي جي سي ال ثري. مسلا ده غلط. لو اي جي سي ال لو هذه المادة. يعني ال اي جي الفيلانسي ثلاثة. اي جي سي ال ثري. كنت اقوله ايه? الone مول اي جي سي ال ثري. فيه ثري مول سي سي ال. يبقى الوزنة اللي في البرسبتد فيها اكس واجيب ال اكس. اسهل طريقة وحل المسألة دي انك تجيب من الاخر.